اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيم الوزن من قسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبد العصف والريحان فبني آلاء ربكما تكدبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكدبان 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 يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكدبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكدبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخضار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكدبان يرسل عليكما شوار من نار ولحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكدبان فإذا انشقت السماوات فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكدبان فيومئذ الله يسأل عالم به إنس ولهجان فبأي آلاء ربكما تكدبان يعرف المجرمون فيرهد من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكدبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيب آلاء فبأي آلاء ربكما تكدبان ولمن حاف مقرب ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكدبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكدبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكدبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكدبان متكئين على فرش بطار من استغرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكدبان صدق الله المولان العظيم فبأي آلاء ربكما تكدبان اشتركوا في القناة